السلام الرحمن الرحيم أبناء طلاب الصف الثاني للإتدائي بمدرس أنجل الصف والأهلية أسعد الله ووقاتكم بكل خير اليوم سوف نراجع الفصل العاشر والذي درسنا فيه تغيرات المادة وكيف تؤثر الحرارة في تغيرات المادة اليوم هنأخذ مراجعة الفصل العاشر نلاحظ مع بعض في الكتاب عندي بعض المفردات يتبخر التكسف التغير الفيزيائي التغير الكيميائي الإنصحار ولأكمل كل من الجمل التالية بالكلمة المناسبة احتراق الخشب مثال على احتراق الخشب عندما أحرق الخشب هل أستطيع أن أعيده مرة أخرى إلى خشب طبعا لا وهذا مثال على التغير الكيميائي مثال على التغير الكيميائي لأن كما علمنا أن التغير الكيميائي ينتج عنه مادة جديدة رقم اثنين يمكن للماء المتبخر في الهواء أن يتحول إلى سائل هي عملية تسمى نعم عملية التكسف نعم التكسف هو تحول الغاز أو البخار إلى سائل مرة أخرى كما تعلمنا رقم ثلاثة قد يتحول الماء إلى غاز أي أنه نعم يتبخر نعم عندما يتحول الماء إلى غاز يحدث بخار عندما تضع الماء فوق النار ويسخن الماء ويخرج منه بخار هذا البخار يسمى غاز نعم من الأمثلة على نقطة الرطوبة والجفاف نعم التغير الفيزيائي لأن التغير الفيزيائي لا ينتج عنه مادة جديدة لا ينتج عنه مادة جديدة الطين أو الأرض الجافة إذا وضعنا عليها الماء أصبحت رطبة وإذا جفت أصبحت جافة فلم تتغير المادة تحول المادة الصلبة إلى مادة سائلة يعني السلج يحول إلى سائل الواماء يسمى هذا الإنصهار الإنصهار تحول المادة الصلبة إلى مادة سائلة يسمى الإنصهار شوف هذا لاحظ هذه الصورة هذا تغير فيزيائي تغير فيزيائي هذه الأرض الجافة إذا انقطع المطر وأجدبت الأرض يحدث جفاف للأرض إذا نزل المطر مرة أخرى صارت الأرض طين رطب فهذا تغير فيزيائي تغير فيزيائي عندما نرى الصورة العدة هذه تقولي أي الصورتين التالية التي تأتي جدامي تبين تغير فيزيائي وأيهما تبين تغير كيميائي أذكر بعض الأمثلة الأخرى على كل من هذين التغيرين لحظ هنا هذه ورقة وهذه ورقة ماذا حدث؟ هذه ورقة لونها أصفر وهذه ورقة لونها أزرق لكن هذه المادة نفسها المادة ورقة يعني هذا تغير فيزيائي لا ينتج عنه مادة جديدة إنما هي مادة الورق باقية إذا فكتنا هذا الشكل رجعنا إلى ورقة ممكن أن نصنع منه أشكار أخرى طيب المثال الثاني على التغير الفيزيائي تحول الثلج إلى ماء أو الماء إلى ثلج الماء مادة لا تتغير إنما تحولت من ثلج إلى ماء ومن الممكن أن نعيدها مرة أخرى نحول الماء إلى ثلج فهنا تغير فيزيائي لا ينتج عنه مادة جديدة أما هذه الصورة لحظة الصورة هذه هذا تغير كيميائي هذه المادة الرطوبة شوف الهواء الرطب جعل صدى الحديد الحديد أصبح صادي لا يستطيع أن نرجع الحديد هذا مرة أخرى أو نعيده نجعلها دراجة جديدة كما كانت في الأول لأن الحديد نفسه تآكل أكله الصدى لنتعرض لبخار الماء فهذا اسم تغير كيميائي لا يمكن أعادة هذه الدراجة مرة أخرى كما كانت في الأول أو لا يمكن أعادة الحديد كما كان في الأول عندما كان جديدا هذا تغير كيميائي من المثال تغير الكيميائي برضو احتراق الورقة إذا أحضرت ورقة وأحركتها لا تستطيع أن ترجعها مرة أخرى ورقة لأنه انتهت خلاص أصبحت رماد فهذا تغير كيميائي تعفن الخبز عندما يتعفن الخبز هل تستطيع أن ترجع الخبز مرة أخرى صالح تأكله؟ لا يمكن فهذا تغير كيميائي نتج عنه مادة جديدة نعم تعال هنا في التوقع ماذا يحدث للثلج عند تسخينه إلى درجة حرارة عالية مدة طويلة طبعا عندما نضع السلج على النار يتحول إلى سائل يتحول إلى إيه؟ إلى سائل نعم يتحول إلى سائل بعدما يتحول إلى سائل يتحول إلى غاز إلى وبخار يتبخر في الهواء نعم يتحول الثلج إذا تعرض إلى درجة حرارة عالية إلى سائل ثم يتحول إلى غاز نعم يجف نعم يجف أقول لك كيف تتغير المادة؟ المادة تتغير بنوعين تغيرين نوعين من التغير نعم تغير فيزيائي وتغير كيميائي والتغير الفيزيائي لا ينتج عنه مادة جديدة لينتج عنه مادة جديدة يعني عندي الورقة نستطيع أن نصلح منها مركب نستطيع منها عروسة نستطيع منها أي شيء ورقة كمان السلصال نستطيع أن نصنع من السلصال قلم نستطيع أن نصنع منه كرة نستطيع أن نصنع منه حصان فهذا تغير فيزيائي لا ينتج عنه مادة جديدة لأنها مادة السلصال المادة نفسها باقية وتغير كيميائي التغير الكيميائي ينتج عنه مادة جديدة عندما نقطع تفاحة إلى نصفين ونضعها في الهواء ماذا يحدث لسطح هذه التفاحة من الداخل أصبح لونها يتغير إلى اللون البنية أو اللون الأحمر هل تستطيع أن ترجعها مرة أخرى صالحة؟ طبعا لا أصبح هنا تغير كيميائي نذهب لاحظ هنا التغير شوف الورقة تغير فيزيائي أي شيء يحدث في الورقة تغير فيزيائي لأن الورقة باقية لكن إلا إذا احترقت أصبح تغير كيميائي هنا لو أنا لونت الورقة رسمت فيها أي شيء باقي الورقة كما هي نعم أما هذا التغير تغير كيميائي هل تستطيع رجع هذه البيضة مرة أخرى؟ طبعا لا إذا وضعت على النار لا هذا تغير كيميائي تغير كيميائي تعال النموذج للاختبار يقول لي أختاروا الإجارة الصحيحة أي مما يأتي يغير المادة إلى مادة أخرى إيه اللي يجعل المادة تغير من هذه الأشياء يجعلها مادة أخرى هل الطي لو أنا جبت ورقة وطيتها طبقتها يعني بالمعنى هل غير الورقة؟ الورقة باقية لو أنا جبت الورقة ومزقتها قلت له أعمل التمزيق ما زالت باقية ورقة طيب لو أنا قوستها جعلتها بس القوس هل تغيرت؟ طبعا باقية زي ما هي ورقة لكن إيه اللي يغيرها؟ نعم هذا الحرق نعم هذا هو اللي يغيرها الحرق نعم الحرق هو اللي يغيرها لو أنا احتركت الورقة لا أستطيع إن أنا أغيرها مرة أخرى هذه الورقة نعم هذا يبقى اللي بيغير المادة من شكل إلى شكل هذا الاحتراق نعم طيب ما يقولي أنظر إلى الرسم شوف الرسم الجدان هذا سلج شايفين الرسم ما الشيء الذي يحدث في البداية؟ في البداية إذا ترك الطبق في درجة حرارة الغرف الغرفة اللي انت جارس فيها طلعت طبق السلج هذا وضعته على المنددة وتركته ماذا يحدث لهذا السلج؟ هل الماء يتبخى؟ هل مكعبات السلج تنصهر؟ هل بخار الماء يتكثف؟ هل الماء يتجمد؟ نعم نعم هنا مكعبات السلج تنصهر؟ نعم مكعبات السلج هتنصهر هتصر سائل لأن السلج ينصهر في درجة حرارة الغرفة العادية عند درجة حرارة الصف ينصهر السلج هذا والله الموفق بارك الله فيكم ووفقكم الله كان معكم الأستاذ محمد يوسف وإلى لقاء آخر إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر